في الطبعة الألمانية للبيان الشيوعية بيقرأ مارس وإنزل البيان الشيوعية قراءة نقدي هذا لينين بيجتمع سنة الـ 21 بيعمل اجتماع مع الهيئة التثقيف الشيوعية بيقلهم نحن اليوم بالسلطة سلطة العمال والفلاحين بس نحن فقرة ما بنقدر نبني بلدنا مدمر ما بنقدر نبني إلا إذا جبنا الرأسمال طيب جبنا الرأسمال بشروطه وليس بشروطنا ليه لأنه بننا نبني بلدنا طيب في الصراع فحيكون في صراع بين الرأسمال الي يبني ونحن الي بالسلطة بيقلهم بالحرف بدي يسألكم سؤال إذا بكرا الصراع القائم بين الرأسمال وبين سلطة العمال والفلاحين انتصر الرأسمال شو بدي يكون موقفنا بيقلهم ينبغي أن ننظر إلى ذلك بشكل طبيعي كحدث طبيعي لأنه الأساس هو كيف نبني روسيا وبهذا المعنى أنا برأيي لينين اختلف عن السابق عمل قراءة نقدية بالسياسة الاتصادية رجع لماركس لأنه مارس شو بقول مارس بقول ننتقل الاشتراكي من أعلى مرحلة في التقدم في التطور اللي بتبني الرأسمالي في حين لينين بدوا يعمل الثابرة اشتراكي في آآآآ يعني أكثر بلد رأسمالي متخلص على ماذا سنحاكمه إذن يا سيد كريم باركس وكلهم أنا اللي بدي أقوله بس كلمة أنه كلهم أعادوا النظر نعم ما أخذوا النظرية بالمطلق إعادة نظر نعم وهذا شي طبيعي جدا شكرا للمشاهدة